أنا من أولي غالب عالي الله ما كانش في إنترنت زي دلوقتي ما كانش في تلفزيون زي دلوقتي كان عندنا طول اليوم معناش حاجة نعملها بعدين بقوم أرقص لهم شوية كده وقعد أنكش في جدتي وأنكش في أمي وجارتنا جات ومش عارق فيلم حي طول الوقت إنه ده لما أطلع المسرح ده يبقى عادي جدا أعم أنا مجربة بقى وعملة بروفات طول حقيقة بحب كلمة حكاقة عشان هي اللي بتشمل كل حاجة إنك تكون حكاق وفجأ وإنت وإنت بتهزر بتقول حكاية وإنت بتغني بتقول حكاية وإنت بترقص تعمل كده وتقعد تنكش كده ده حكاية ده على ده على ده على ده أنت اللي حتحكي الحكاية لما ابتدت أغني أم كلسوم مش إنها شجاعة ولا حاجة إن بتشجاعة أكتر من الناس لا بس لما فعلا كنت حفلة من أولها الأخيرة لأم كلسوم وفي مصر كمان فجأة كده قبل مطلع المسرح كنت محتاجة شجاعة أنا عايزة أشوف هي ثابت فينا إيه وده اللي بدور عني لما بغني أم كلسوم فقعدت توزيع أم كلسوم عشان تبقى عاملة زي الدندنة فرقة أم كلسوم مثلا بتاع الأوبرا مش هطلع معهم أغني أم كلسوم مش هعمل كده خالص عشان ساعاتها هيبقى في مقارنة الناس لمت علي كتير الحاجات ما بتوصلش يعني مقصرها فعلا إن هو ده اللي خلاني أطلع من البيت واروح أدور على منتج عندي ألبوم مصري في كذا قصيدة تجنن بتيجي أنت تقول لي لا مفيش سوق لده أو تقول لي السوق طالب منك ثلاث دقائق حاجة خفيفة أنت كلام كتير فنفس ألاقي طريقة كده بتوصل لحاجات وبعدين الناس تحكم عجبها ما عجبهاش بترميها مترميهاش وفي التعليقات بتيجي في أوقات بكون مش عارفة محتاجاها بجد بتيجي بحب لما يكتبوا الغالية لو كتبوا الغالية خلاص ده بس كده أنا بنتكلم لغة واحدة الأرض بتتكلم عربي الأرض الأرض كان مع الحق والله الله يرحمه سيد مكاوي